إخواني أخواتي الكرام السلام عليكم أتمنى أن أجدكم بكامل صحة وانا أنتم وآلكم وأصركم الكريمة أيثما دي سماء الزوالغيفون أتمنى خوفنا فقل المال دهنا في الندي ذي ثوخام النون تغمات النون إخواني أخواتي اليوم سأحكي لكم قصة أخرى من قصص الأنبياء ألا وهي قصة آخر الأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيثما دي سماء دهوثين يخذن كاروت كثم قيسين الأنبياء للسوال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسل رحمة للعالمين ولد في مكة عام خمسمائة وسبعون ميلادية في عائلة قريشية ولد يتيم الأب وفقد أمه آمنة بنت وهب عندما كان في السادسة من عمره فتولى جده عبد المطالب رعايته ثم عمه أبو طالب بعد وفاة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغنان كارو الأنبياء يتوارو أقمكا أسونس أستينين قريش أغجي لقا إموثاسي باس لايمصي ثم موثاق مايساق انتاث ثجاث كأسديسي سقسن إباساق سواث إمتينين حبد المطالب انتاثي سقمن كليموث يمزي ثعمس أبو طالب انتاثي سقما كان يرعى الغنم في صغره في حديث له أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا رعاية الغنم كانت من الأعمال التي زاولها النبي محمد في شبابه وهي مهنة علمته الصبر والتواضع والمسؤولية قضم صينس لي خصة أولي أخين قان خول الأنبياء ويني ثفاثنين الأنبياء ويني ثفاثنين خول نسا لخصن البهايم لسني تعلموين أتصبران أكاذينين لا سوضني قراسا ما أمني هني أمي الدنظنين يا ورلي ما قيف نشا غر شا في شبابه وعرف محمد صلى الله عليه وسلم بالأمان والصدق ولذلك لقب بالصادق الأمين عمل في التجارة وكان معروفا بنزاهته وأخلاقه الرفيع تزوج السيدة خديجة بنت خويلد وكانت داعمة له في رسالته قال يا عريم لاتوسن غيفس أين ستوشان اللاثي ترأي ببنس أين قليول سيدتنا خديجة أغنتاث يعلم زيكس بساف الأمور أثبت داقيس قال لها أمزان ربي في سن الأربعين نزل عليه الوحي لأول مرة في غار حراء من خلال الملك جبرائيل وكانت أول آية نزلت عليه يقرأ باسم ربك الذي خلق بدأ النبي بالدعوة إلى الإسلام سرا ثم جهرا مما أثار غدب قريش التي اضطهدت المسلمين دالي وضغر قوز مراويس كاسا إرسغيفس الوحي كي جيفري إرسغيفس الملك جبرائيل أثاس ساعتا يقيم لاتقاري مدان لسنت عواذ فأسبراتنا ساس ديوزن أربي إما الزيكس غر مدان شالمرت شالمرت اللو لسنتيني سيغويان هاجر النبي محمد والمسلمون إلى المدينة المنورة بعد استشداد العذاب وهناك أسس الدولة الإسلامية وبنى مجتمعا قائما على العدل والمساوات قاد النبي عدة غزوات دفاعا عن الإسلام والمسلمين ولبسط العدل والأمان قليث قاهران أغمات النس قريش انتاذي متوكالنس إفغ انتاذي غيسا إواعذ المدينة المنورة ذين غيغ ثغمات تجديد ذين غيني هول مسنينا أربي القرآن الكريم شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة معارك وغزوات ومنها غزوة بدر غزوة أحد غزوة الخندق غزوة بني قريضة غزوة حنين غزوة تبوك وكانت كذلك صلح الحديبية وبعدها فتح مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذاء منغان قثنين انت ذا يذتغمت وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد وبنات ومنهم القاسم عبد الله زينب رقية أم قلثوم فاطمة الزهراء غير سراو الزيخسان القاسم عبد الله زينب رقية أم قلثوم فاطمة الزهراء ولا ننسى إبراهيم الذي توفي وهو طفل صغير في السنة العاشرة للهجرية وفي عام ستمائة واثنان وثلاثون ميلادية توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدا أتم رسالته وأدى أمانته تارقا وراءه أمة إسلامية ممتدة وكتاب الله وسنته ليكون مرجع للمسلمين إخواني أخواتي الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أنتم وأهليكم وأسركم الكريمة أيثما دي سماكونا تشاهق المال لهنا كني ذي ثخام النون تغمات النون ألمث ملوك